في رحلة حياتنا كلنا هنتعرض للرفض سواء في الدراسة أو علاقات عاطفية أو شغل الرفض ده سمة أساسية في الحياة هتتعرض ليها بغض النظر عن مهاراتك أو عمرك أو مركزك إيه في المجتمع أغلبيتنا بيتأثر بالرفض وده بيأثر على تقديرنا لذاتنا وانعكاس صورتنا الزهنية على نفسنا وعلى ثقتنا وده اللي أكده عالم النفس جاي وينش مؤلف كتاب الإسعافات الأولية العاطفية بيقول عن الشفاء من الرفض هتعتقد أن تجاوز الرفض أمر مستحيل لكننا بنأكد لك أن تغلبك على المشاعر دي أمر في غاية السهولة لو تعاملت مع المشاعر دي صح ودي شوية طرق ممكن تساعدك في تخطي ألم الرفض زي مثلاً أنك ما تاخدش الرفض على محمل شخصي ما تخليش الرفض يتحكم في مستقبلك وافتكر أن الأشياء مش دايماً هتحصل حسب رغبتك ومش مجرد أن حصل عكس رغبتك أو اللي خططت ليه إنك فاشل حاول تعيد النظر في المعنى ورى الرفض واسأل نفسك هل ممكن الرفض يكون بيوجهني لمصار معين من المفروض أن أنا أكون عليه؟ استخدم الرفض أنه يكون دافع ليك للتطور في حياتك وافتكر دايماً أن ممكن الرفض دي يكون تجربة بتكشف لك عن إمكانيات جديدة ما كنتش عارفها في نفسك دخل قلبك مرهبين يا أهلاً يا أهلاً مرة تاني لو أنت من الناس اللي حست بالرفض لو أنت من الناس اللي عندها أي مشاعر سلبية ومش لقي حد تتكلم معي عندها أسئلة عن موضوع الرفض أنا كمان زيك عندي مشاعر كتير سلبية حسيب بالرفض كتير وأعتقد كمان فرحان ومينة والفقرة دي هتفرق معي بشكل شخصي جداً جداً وأعتقد أنها ممكن تفرق معي بشكل شخصي لو عندكم أي أسئلة أرجوكم تواصلوا معنا على صفحتنا على السوشيال ميديا وصفحتنا على الفيسبوك تحديداً أو الهاشتاجز وهنسأل كل الأسئلة وإن شاء الله نوصل لكل أسئلتكم أنتم كمان من خلال ضفتنا العزيزة جداً الأخصائية النفسية دكتورة نيفين كامل أهلا بك أهلا بك أهلا وسهلا دكتور نرحل فيك بوسطنا ونحن كتير مبسوطين أنك أنت موجود الصراحة أنا مش قادر أخفي إعجابي في الموضوع اللي إحنا طرحينه وإجابات حضرتك اللي كانت من قبل شوية علينا الموضوع كتير شاية الصراحة في موضوع الخوف من الرفض بحس أنه إحنا كل شيء نعمل في حياتنا متعلق بالخوف من الرفض يعني كتير مرات من أجل خطوات معينة ما بناخدش خطوات معينة عشان أنا عندي توقع من اللي قدامي رح يرفضني سواء لوظيفة سواء لا ارتباط سواء لا أي إشي في الحياة دائماً بيكون عندي هاجز الخوف من الرفض أنا عندي سؤال مهم في الموضوع هذا أنه أنا كيف ممكن أتجبل الرفض من الناس أو من المجتمع أو من أي خداب واجه جزء أساسي من الموضوع ده أني أفكر بشكل عملي جداً أن كلنا معرضين للرفض وأن دي حاجة علمية مش بس إحنا كده كأفراد قاعدين مع بعض كل الناس وأنا زي ما برفض بطرفض يعني أنا كمان برفض على فكرة أبسط حاجة أنا ممكن تجيني مسج مردش عليها صح؟ ممكن حاجة يرن علي ومردش عليها ده شكل من أشكال الرفض فإني أفكر الأول أن دي حاجة موجودة عند كل الناس هتفرق معي كتير أول الحاجة الثانية أركز مع نفسي هو أنا بفكر زي ولما أشعر أنه أن في حاجة في طريق التفكيري فيها حاجة غلط لازم أقف عندها كتير مثلا ما نيجي نفكر نقول إن أنا لو أعملت الحاجة الفلانية واترفضت أبقى فاشل التفكير ده حاجة اسمها تفكير قطبي اللي هو كل شيء يا قبل الإسرط يا دا يا كل حاجة لو أنا لاحظت نفسي إنه أنا بفكر بالطريقة دي أنا محتاجة أقف مع النفسي شوي لأن الطريقة دي شوي بتعطل كتير إيه اللي ممكن أصلا يخليني أو يزرع فيه إن أنا أفكر بطريقة التفكير القطبي ده هل إحنا مولودين بيها ولا المجتمع؟ لا تربي تربي أول كلمة بيقولها الطفل على فكرة في سن سنة لأ بيقول لأ وهو بيعمل حاجة على فكرة يقول لأ ويلبس يقول لأ وبياكل بس أول كلمة هي كلمة رفض الأسرة بتتعامل إزاي مع اللقة دي مهمة قوي لأنها بتتعادل تاني في أول مراقب بس بتبقى لقة بأقوى بجدل بقدرة على الكلام ووي 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 فاللقة بنتعامل معها إزاي مهمة؟ كمان الأسرة بتربي إزاي الأب والأم واللي حواليهم مش بس الأسرة ما أنا عندي مدرسة عندي مدرسين عندي أماكن بروحها كتير قوي من أخطر الحاجات اللي بنعملها الخصام أو أني أنكر مشاعر الطفل أنه مثلا لما يزعل أنت بتزعل ليه؟ دي حاجة ما تزعلش أصلي بس أنا زعلين أو ما تعيطش أو ما تعيطش مش تجيلا ما تعيط بالزبط كده فلما نبتدي نجبر ونترفض على طول إيه اللي يحصل لي أشعر بمشاعر وانكرها ما أقولش النفسي إن أنا مثلا حاسس بتهديد أقولش النفسي إن أنا مش حاسس بأمان ما أقولش النفسي مشاعر كتير قوي لإنها تنكرت علي من وأنا صغير إزاي أطرفة أو الأهالي ترفض صح ممكن ومن سن كام يعني أنا عندي بيبي أول ما قلت أول كلمة بيقولها لأ حسيت يعني أولا لازم نتكلم عن نقطة إنه الأطفال ما بيفهموش وهم صغيرين وإنه هي حاجة أنا أعملها كأب وأم ما هو مش فاهم يعني محتاجين نفهم أكتر نقطة للطفل بيستوعب من وهو شهور فعلا إزاي يتعامل معاه من وهو شهور لغاية ما يكبر وإزاي أرفض ولكن بطريقة صحيحة التفل كأن كاميرا فيديو عايشة معاه في البيت فهو بيسجل كل حاجة بتحسينه من وهو شهور من وهو شهور فكرة إني لازم أرفض هو أنا لازم أرفض لإنه في حاجات خطرة على حياته وفي حاجاته لازم يعرفها إيه الصح وإيه الغلط بتاعها لكن طريقة الرفض تفرد إن أنا مثلا مرفضش بصوت عالي مرفضش وعاكب فأعمل يعني كأني بعاكب مرتين على الحاجة الطرق اللي زي دي في التربية بتخليه حس إن حجم الخطأ كبير مجيش أربي وخاصم الخصام ده إحنا بنشوف أثارب على كده في العيادات لما بيجينا بتقال مثلا بابا خاصمني ثلاثة يام وكانش بيحط عيني في عيني اه صعب إحنا مش تخلين قصوة ده قال ده إيه طب ما أنا أرفض السلوك بتاع الطفل لكن مرفضش الطفل حتى الطفل هو بيعايات أو بزن لما بنيجي نعلمه إنه يبطل زن بقوله لما تبطل زن كلمني مربوطش المحبة بفعل خالص ما لهاش علاقة أنا مش قبل الزن لكن قبلك إنت ولو جيه عايز يحضنني هحضنه برضو أنا بس مش عايز السلوك ده دي نقطة مهمة الأهالي تعرفها لإن ساعتها الرفض بيكون مختلف وفي النقطة دي يا دكتور برضو فيه ما يسمى بالتربية الحديثة هل فكرة إن أنا مثلا أعقبه بالطريقة الحديثة بتاعت إنه مفيش اللعبة أنا بحبك وكل حاجة بس مفيش النهاردة نادي أو حتى لما بنكبر وإحنا دلوقتي كبار مثلا ادخلوا كلية اللي إنت عايزة بس مفيش عربية هل الطريقة دي فكرة أتجوز البنت فيها بس مش أحضر لك الفرح المساومة 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 طول الوقت إحنا طول الوقت بنساوم أولادنا للأسف طبعا ده ضد أي حد يبقى عنده ثقة بنفسه فهما بيجبر بعد كده بيحس إن كل حاجة لازم ياخدها بمساومة مش هياخد حاجة من غير مساومة أبدا مقابل مش عارل يعني معلش هو إحنا كده مش هنحرم ومش هنساوم ومش هنزع أما لحنربي إزاي يعني هحط قواعد مع الطفل لو أنا حط قواعد أربي إزاي إن ده مقبول ده مش مقبول هيفرق كتير قوي هيجبر عندي راجل عارف إن في حاجات مسموحة وحاجات مش مسموحة واللي مش مسموح أنا بقوله إن ده مش مسموح عشان كذا وكذا وكذا أتكلم أصليحنا كمان يمكن نتعرض لرفض مشاكلنا إحنا الرفض سواء كان مع أهلينا أو في سوق العمل أو في كلية من الصحاب من السوشيال ميديا من التعليقات اللي بقت على الشكل كمان أو إيه اللي لازم نبقى روشين بس بالمصطلح الجديد طبعا تراندي إحنا كشباب بنتعرض للرفض بشكل يومي سواء في شكل هزار في شكل تريقة في شكل تنمر أيها في شكل شغل تأثير ده علينا بيكون كبير هل أنا مفروض لما أحس إن ترفضت أواجه الشخص اللي رفضني؟ أواجه نفسي الأول أواجه نفسي الأول يعني قبل ما أواجه الشخص اللي رفضني أقول روحي زي ما قلنا قبل كده أنا حسيت بإيه أوكي دي مهمة قوي اللي بعد كده بعد الشعور نفسه فكرة إني أبتدي أتكلم مع نفسي كلام إيجابي مش حديث سلبي لإني نقطة مهمة قوي أنا لما بطرفض ببدأ أقول للنفسي ما أصل إنت ممل هم أسابوك عشان إنت ممل أيها طبيعي ما أنت فاشل ما أنت مش كف طب أنا لما هقول للنفسي الحديث السلبي ده إيه اللي هيحصل لما هاجي بعد كده أتكلم تاني هترفض على الفكر أوتوماتيك لإن أنا جوه نفسي شايف نفسي ممل طب ولو كانت كاي صفات موجودة طب آه ما يمكن أن أكون بضحك على نفسي بكلام إيجابي ليش أشجع نفسي بكلام غلط يمكن أنا مملي فعلا ده جميل قوي يبقى ساعدة أشوف ما ممكن يبقى أنا عندي أزمة في التواصل أنا مش بعرف أتواصل صح بتكلم كل الحديث ومبديش فرصة اللي قدامي إنه يتكلم معي يبقى ساعدة ألاحظ هو أنا لو فعلا مملي طب مملي ليه هل مثلاً هقول توني الصوت بس دي حاجة طوام بنتدرب عليها أمتى أعلي صوتي أمتى وتسوتي ممكن محتاج تدريل بالزب دي كده بس الأهم هو أنا بدي للآخر فرصة يشارك معي في الحوار واللي أنا بتكلم لوحدي أروح عشان أشتكي طول الوقت من غير ما أسمع ده بيفرق كتير أول شكاء بكاء في ناس كتير كده طبعيتها كده فألاحظ نفسي في ده الأول بس لو أنا ما عنديش كل ده وترفضت مثلاً في شغل على سبيل المثال الشغلة ليسا عامل انتربيو وترفضت فيه مفكرش جوا دماغي إنهما قصدين إنهما يرفضوني عشان أنا فاشل فكر إن اللي بيقابني ده على سبيل المثال اللي هو عايز أكفأ واحد في الشغل ده هو مش قصدني مش بيتطهدني معنى آخر المثال أقوى شوية بقى اللي بيترفض في جواد في ارتباط أكيد بقى ما فيش هي بياخد الأفضل وما فيش HR هي البرتنر بتاعي أو الشخص اللي أنا بيقدم له شي ساد نو قالت لا علي هكلمني أقول إيه بقى هقول أول حاجة إنه من حققها ترفضني زي أنا من حقي يعني أختارها أو أرفض واحدة تانية دي حاجة الحاجة التانية مهمة أعرف أنت رفضت لي على فكرة محدش بيقول هل الرجالة في العلاقات ما بتتقبلش الرفض ولا البنات بس بحس الرجالة يعني يمكن ميناء فكرة إنه بنت ترفضني مجتمعاتنا الشرقية برضو بترفضني بنت أقصى البنت أكبر تخيالي أن البنت تترفض طبعا لأن مجتمعنا بيقول إنه أنت بدامت رفضتي مش مقبولة من كل الليس آه شكيلة رهيبة طبعا ده الولد ممكن يقف على رجل شوية بعد ما بيقع على البنات بتقعد فترة أطول بس يا دكتور يعني أنت حكيت الرفض ممكن ما يكون الشخصي بس لو كان الرفض من الأهل مش من البنت نفسها ممكن يكون شخصي هيك يعني هم رفضين هذا الشخص بعينه فأنا كيف بدأ أتقبل أو رفضين إمكانيات فيه طب ولو إمكانيات وكلها كويسة وكل إشي منيح مفيش إشي مش كويس بس رفضوه كشخص كلامك حلو يا فرحان عارف ليه لأن هم لو رفضوا حاجة في شخصيته في شخصيته مش كل شخصيته تمام فإيه اللي ترفض فيه بس هم رفضين فكرة إنه بنتهم ترتبط بهذا الشخص بلا في أسباب على فكرة لو هم قالوا بس أنا كشخص أتقبل كيف فكرة أعود معاه بعد ما كلمة مفيش نصيب أقول لنفسي إيه بها طب الأول أخد وقتي في الحزن اه ممكن بننكر مشاعرنا على طول لأ أنا أزعى على إيه ديناميت واحدة تتمنيه ايوه أديك ستها واللي حاوليت يقول لك خلاص يعني هي آخر واحدة في الدنيا ايه لأ أحزن يعني أخد حقك في إنك تحزن للآخر أوكي الحاجة التانية فكر بإنه في طريقتين على فكرة في اكتساب الثقة بالنفس في حاجة اسمها طريقة الداخلية وطريقة الخارجية بمعنى في ناس ثقاتها من نفسها من جوها يعني تقعد مثلا تكتب هو أنا كويس فيه وإيه اللي يقول لها مش كويس فيه تكتبه عشان يبقى قدام عينيها وفي ناس بتاخد ثقاتها من نفسها من كل الناس اللي حواليها على فكرة حاجة صح والغلط حاجة ريسكي أظن طب إيه رأيكو الحوالية هم اللي بيقولولي إيه الصح وإيه الغلط طب اللي حوالي لو رفضوني أنا هشوف نفسي الزي طب اللي حاجة لو ناس كلها مش طيقاني وأنا من جوايا لا أنا كويس هأخذلي ضلور وده بارانوية صح؟ لا دي بقى فيه عيادات وبالروح يعني لازم نطلب دعم ساعتها وإلا أنا أنا هقع في مشكلة كبيرة خالص بس أنا في نقطة تحديدا يا دكتور بردو أنا في مرة رفضت من شغل وأصريت مش عشان أتقبل في الشغل بس أنا عايز أعرف إيه النقطة اللي عشانها أنا ما اتقبلتش ولما عرفت اشتغلت عليها وتقبلت بعدها فترة ده رائع يعني تخيل أن أنا لو قابلت حد أه لو قابلت حد مثلا وترفضت في شغل ولقيت وبيعيت لي إيميل بيقول لي أنا بشكرك مثلا على المقابلة دي عايز أعرف إيه النقطة اللي عندي فيها مشكلة عشان أنا نميها بالضبط أنا همسك فيه بإيديه وثنين بمنطقة الأمانة لأ ولما عرفت لأنه ده معناه شخص عايز اشتغل على نفس متصالح قوي مع نفسه جدا جدا ما نهرش ببساطة ما نهرش طب سؤال بقى عشان المفهود يكنت عايز أقاله من الأول خالص الحلقة دي أو اللقاء ده أعرف ينطبق علي ولا لأ منين إيه الأعراض بتاعت الشخص اللي خوفه من رفض زيادة شوي أول حاجة ما يعرفش يقول لا أه لحد أبدا دي مهمة قوي وده بسببها للأسف بيجي على نفسه كتير ما قلبي طيب أعمل إيه ما أعرفش أحرك حد وعلى فكرة المشكلة بقى إن اللي حواليه بيدعموه لإن سمحوني هو بياخدوا مصلحة من وراء كلام ده طبعا طبعا بيعابش يقول لأ فبيشيل يشيل أشيل لغاية فين ما نلاقيه مستوى بعد كده مش هقدر كمان الناس اللي بتتورط سهل تورطه على فكرة دي من الناس اللي عنديها مشكلة وخوف من الرفض لإن أنا مثلا لو حد مثلا عزم عليها بحاجة مش مناسبة أوكي لو أنا ما عرفش أقوله لأ مش هاخدها أو لأ مش هروح المشوار ده لإنه لو قلتله كده أنا مش هوقى من ضمن الشل على سبيل المسال فأنا هسيبه طب ما أدخل الشل بالزبط فأنا بتورط فده من الأشخاص اللي عندها خوف من الرفض الأشخاص اللي ما تعرفش تعتذر بشكل عالني يعني أنا لو لو غلط أو نازغل أطلع أعتذر مش كلنا بنعرف نعمل الحركة دي الناس اللي ما بتعرفش تمدح بشكل عالني على فكرة فيه ناس ما تعرفش تعمل يعني ما تعرفش تقوله فلان على فكرة انت شكلك النهار ده حلو اللبس اللي انت لابسه ده بس يعرفه في نفس التوقيت يقوله لو في حاجة وحش آه طبعا يعني لو هو عشان بيخاف من الرفض فما يقولش كلام حلو اللي قدامه آه طبعا لأنه ما تجرأ كلام ده ممكن يقول علي إيه آه فمئة ألف فكرة جوا الدمير طب إزاي أخلي الرفض ده فعالية وسبب من أسباب نجاحي هو ينفع أصلا معلش مش إزاي ينفع آه ينفع الخوف من الرفض إحنا قلنا الشكل السلبي في التربية وإزاي بيقوم وكده لكن أنا بعد ما بكبر المفروض أن أنا بامتالي تسمام أمري وأن الطفل اللي تأذى أو تعرض للإساءة وهو صغير كبر صحي كده ساعتها أنا لو مش شغلتش على نفسي فيما يتعلق بحاجة اسمها التوكيد الزيت يعني إيه توكيد الزيت يعني كل ما ليه علاقة بالثقة بالنفس سواء بيني وبين نفسي أو بيني وبين الآخرين بمعنى هل أنا بعرف أدافع عن حقوقي الخاصة ولا لا هل أنا بعرف أدافع عن حقوقي العامة يعني لو أنا أجبه زميلي وحصل حاجة في الشغل هل أعرف أتكلم معاهم ولا بنساحي أقول لا فيش داعي لحسني جدنا مشاكل من ورا الموضوع ده أوكي هل أنا مثلاً أي كلمة بتتوجه لي بزعل منها فأنا حساس بزيادة كل ده دي حاجة اسمها توكيد الزيت وده على الفكرة مجال جديد في علم النفس وكتير بنشتغل عليه لأن مشاكل كتير بنواجه مجاعة سببها المشكلة دي إن أنا عندي انخفاض في تقدير الزيت أنا مش شايف نفسي كويس في النهاية أنا أحب أشكرك بشكل شخصي يا دكتور في حاجات فرقت معي وفي فرقت مع أي حاجة إنه من أكتر حاجات في المجتمع الحوالي على الأقل هو موضوع الخوف من الرفض اللي بيترجم في حاجات كتير قوي فشكراً جزيلاً ونحب نأكد لكل خوافين الرفض فيه مننا كتير ما تقلقوش وتلع فيه حل أو علاج أو يمكن يتقلب بشكل إيجابي استنيموا شركاتكم حتى لو كانت صعبة وحساسة ده هيفرق معنا وهيفرق معكم ولسا مكملين شكراً اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه علشان فعلاً لما كنت بأنزلت الأول أنا كنت مرعوبة مش خايفة بس أول ما تخرجت أكيد قدمت على أن أشتغل بشاهدتي ما عرفتش أشتغل على طول أول لما تخرجت قررت أن أعمل بقى كبير بقى لنفسي يعني قلت خلاص أكيد أحشتغل وعمل بيج وفعلاً عملت بيج بس لقيت البيج اكتصرت على قرائبي أي صحابي الناس اللي فعلاً عارفين أن حلوياتنا حلوة حسنت أنني لا أحسن أنني أحسن أنني أتعرض لأنني جعلت أكيد أحسن أنني جعلت آخر قلت افكر ان انا اروح اعرض خلوئيتي الاول على كافهات فلاقيز اللي هو الناس بقى بدأت قولي لا مش حينفع يمكن عشان انا حد مش مشهور كلمت موما قلت لها انا طلعت بي على البحر فعلا طلعت على البحر وبعت الاول اسرة اخدت كل حاجة مني فعلا وقالوا لي فعلا انت عتبي حاجة كبيرة بعد كده غير الناس المشتريتش كان بيبقى فيه مقابلها ناس كتير قوي بتشجع ناس حابين قوي مشروعي ده كان البداية ان انا فعلا وقفت بتربيزة انادي الناس انا ببيع كوبكيك حد عايز يشتري اعد سنتين كده بعد كده بدأت اسعى ان انا اعمل العربية اسعى ان انا جيب رخصة الاول ان عايز اقف سليمة محدش يجي يدايقني من اي حد من الزباط او اي حاجة كان ناس كتير قوي بعد ما عرفتني بدأوا بقى يكتبوني على الفيسبوك انتي وزيرة السعادة انا ازل اي بوست يكتبوا هاشتاك وزيرة السعادة فاللي هو بدأ الناس تداول الاسم لما عملت البايك قلت لا اي بقى انا لازم حكب على البايك كوزيرة السعادة وعملت الينفورم كله وزيرة السعادة وطبعا ده حاجة عزيز عليها جدا طبعا الخوف من الرفض طبعا ممكن يأثر على بنات كتير قوي انه هو لو ترفضوا من مكان او مكانين لا خلاص انا مش هشتغل لا لو كل حد فكر بالطريقة دي فعلا احنا مش هنوصل لحاجة قدام مش هنعمل حاجة لا تبتدي وربنا هيبقى معيها وفعلا هي عتنجا هي عتنجا طالما ما سمعتش كلم الناس ما حطتش الكلام في دماغا ما فيش اي حاجة هتأثر فيها يبقى هي عتنجا اما انا فاقل شيء عندي ان يحكم فيي منكم او من يوم بشر لكن الذي يحكم فيي هو الله ايا جميلة اوي بيعلمها لنا الرسول بولس بيعلمها لنا في كورنتوس الاولى اربعة تلاتة بس للأسف المفهوم ده احنا بنمشي عكسه بالزبط بنمشي عكسه لما بنقرر انه اللي يحكم فينا هو رأيي الناس لما بنقرر انه مقيسنا واللي بيخوفنا واللي بيفرحنا هو حكم الناس فينا ومش مهم رأيي ربنا رأيي ربنا ده في الاخر خالص ده انجي اصلا لكن المهم رضى الناس عني بلبس بالطريقة اللي بتعجب الناس بفكر بالطريقة اللي بتعجب الناس بقرر حاجات كتيرة كبيرة في حياتي ومصيرية علشان خاطر ناس وعشان خاطر افكار الناس ورأيهم عني في حين ان الوحيد اللي من حقه يحكم فيي لانه بيحبني وبيقبلني محبة غير مشروطة وقبول غير مشروط هو الله للأسف مهما حاولنا ان احنا نكون بنرضي الناس او نكون زي ما بيقولوا كده بتاعت السليبرتيز وبتاعت اصحابنا اللي حوالينا عمرنا ما بنكون كفاية وطول الوقت بنحس ان احنا قليلين لكن في كل مرة ببست على نفسي بعنين الله وبقرر اني حكمه هو اللي هيفرق معايا بنكبر وبننجح وبنتغير طول الوقت للأحسن بشجعك وبشجعك الوحيد اللي يحكم فيك هو الاله اللي حبك واللي دايما بيشوفك بعنين الحب الله وأشجعك وأشجعك عمري ما يكون خوفك من الرفض بيخليك تعمل حاجات عكس مبادئك وعكس ايمانك دخل قلبك مردين النهاردة هحكي لكم قصة عن واحد صحفي هو كان شغال في مؤسسة صحفية بعد أن نتصل به المدير قال له تعالى انا مش محتاج خدماتك معنا في المؤسسة الصحفية دي لان افكارك كلها افكار تقليدية مش مناسبة لنا وترفض الراجل ده قاعد يفكر يعمل ايه فقالك انا بحب الرسوم المتحركة هعمل افلام رسوم متحركة وأسس شركة للرسوم المتحركة عمل فعلا الشركة دي وأسسها وفضل سنتين يعمل افلام ومحدش بيشتريها في الآخر خالص اعلن افلاس الشركة وقفل الشركة فضل يلف وقت طويل قوي على شركات الانتاج علشان خاطر يشتروا الافلام اللي هو عملها محدش اشترى الافلام بتاعته ولا حد شجعه حتى على الحاجات اللي هو بيعملها لكنه ما يقس وقرر انه هو يفتح شركة هو واخوه والشركة دي تكمل في الافلام المتحركة لكنهم يشتغلوا بشوية كونسبت جديد وشكل مختلف شوية الشركة دي بقت من اكبر الشركات اللي موجودة في العالم دلوقتي هي شركة ديزني والصحف اللي انا بقولكم عليه ده هو وولد ديزني مؤسس الشركة الحكاية دي متكررة بشكل كبير قوي وسط كل الحكاية اللي احنا بنسمعها نقدر نسمع الحكاية بتاعت النجاح دي لناس كتيرة حوالينا وناس كتيرة على صفحات الانترنت وفي التاريخ عموماً هي الحكاية ان انا عندي طول الوقت خوف من الرفض خايف ان انا اعمل حاجة واللي قدامي يرفضها خايف ان انا اقدم في وظيفة معينة ويقولولي لا انت مش مناسب فيها خايف ان انا اتعرف على ناس معينة ويقولولي انت مكانك مش وسطنا هو الحقيقة ان انا محتاج اجرب الخوف من الرفض ممكن يعطلني في حاجات كتيرة قوي ممكن يوقف مستقبالي في حتة كتيرة قوي اقولكم على ست نقط الست نقط دول بيقولولنا ازاي نتخلص من الرفض أول نقطة حفظ على هدوءك وعقلانيتك يعني فكر بطريقة عقلانية وطريقة هادية أنا لو رحت عملت الموقف ده أو لو رحت اتقدمت لشغلانة دي إيه اللي هيحصل لو أنت عملت بالطريقة الهادية دي يمكن توفر عليك جزء كبير من الخوف اللي أنت متقدم لي تاني حاجة اكتب المشاعر بتاعتك اكتبها حتى لو بعد الموقف اللي أنت خسرته من نتيجة الخوف لأن اكتبت المشاعر في ورقة بترجمها أنه هو في الحقيقة في حاجات كتيرة أو ما كانش تستاهل يعني ما كانش يستاهل كل الخوف ده اكتب كل المشاعر في ورقة ده هيساعدك أن انت تتخلص من بعض المشاعر الملهاش لازم ثالث حاجة خلينا نتخلص من فكرة أنه هو الكل أو لا شيء أن أنا أتقدم للوظيفة دي مش شرط أن أنا أتقبل فيها لكن ممكن أكون تعلمت من الرفض خلتني أعرف أنا ترفضت ليه منها مش لازم بالضبط زي ما أنا راسب لكنها تقدر تقدمني خطوة لقدام رابح حاجة تعامل بترحاب مع قبول الرفض الجملة غريبة شوية إزاي تعامل بترحاب مع قبول الرفض إزاي لو في موقف حصال لي وأنا ترفضت فيه أبقى بتعامل بترحاب لكن الحقيقة أن أنا لازم أكون متقبل نتيجة الرفض دي هم مش بيرفضوني علشان شخصي ولا بيرفضوني علشان ذاتي لكن بيرفضوا لطريقة اللي أنا بقدم بيها أو المهارات اللي موجودة عندي الحاجة الأساسية رقم خمسة فكر وتأكد أن قيمتك موجودة في ذاتك قيمتك مش موجودة لأنك هتشتغل الشغلانة دي قيمتك مش موجودة لأنك هتتعرف على الناس دول آخر حاجة خد الموضوع ده إنه هو فرصة لتطوير نفسك طور من نفسك ابتدي أقول إن الموضوع ده ينفع في المرة الجاية يكون أحسن لو أنا غيرت من شخصيتي أعرف إن الخوف من الرفض هيعطلك عن حاجات كتيرة في حياتك ومستقبلك ابعد عنه خليك فكر دايما بالست نقطة العمليين دول لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة